هنا منصة ميدار ومعكم سارة سعود في حلقة جديدة من سينما ميدار مراجعة محمد عبدالهادي الفيلم الأمريكي المشتبه بهم المعتادون من إخراج المخرج المميز بريان سينجر ومن بطولة النجم الأوسكاري كيفين سبيسي أعظم خدعة مارسها الشيطان هي إقناع العالم أنه ليس موجوداً يعتبر هذا الفيلم من التحف السينمائية الخالدة التي تلقت مراجعات إيجابية من النقاد واستحسان كبير من الجمهور وقد حصل على جائزة الأوسكار لأفضل سيناريو كما حصد كيفين سبيسي جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره في هذا العمل تدور الأحداث حول مجموعة من المجرمين المحترفين الذين يدعون بالمشتبه بهم المعتادين وهو مصطلح يقصد به الأشخاص الخطيرين أو معتادي الإجرام وأصحاب السوابق والذين يتم استدعاؤهم دائماً عند حدوث أي جرائم في مدينتهم نظراً لسجلهم الإجرامي يتم استدعاء خمسة مجرمين سابقين للتحقيق معهم في مدينة لوس أنجلوس بعد وقوع جريمة سرقة لإحدى الشاحنات ونتيجة لتلك الصدفة يقرير هؤلاء المجرمين الخمسة تكوين عصابة إجرامية للسرقة إلا أنهم وبعد ارتكابهم لبعض الجرائم وانغماسهم في عالم الجريمة يكتشفوا وجود شخص ما لا يستطيعون رؤيته ولكنه يعرف كل تفاصيل حياتهم بكل دقة بما في ذلك جميع الجرائم التي قاموا بارتكابها خلال حياتهم وهذا الشخص يبدو كأسطورة في عالم الجريمة وكأنه الشيطان بعينه ويدعى كايزر سوزي تتصاعد الأحداث ويتورط هؤلاء الخمسة بعملية سطو عنيفة على إحدى سفن الشحن تنتهي بإحراق السفينة ومقتل معظم ركابها وفقدان ملايين الدولارات حيث تشتبه الشرطة بأن السبب وراء تلك الجريمة العنيفة هو الخلاف بين عصابات تجارة المخدرات على أحد الصفقات لا توجد أي تأدلة قد تساعد بالكشف عن الجناه باستثناء وجود شاهد رئيسي كان شاهداً على كافة الأحداث التي وقعت على متن السفينة يعتبر هذا العمل من أكثر الأعمال السينمائية تشويقاً حيث يعتمد كاتب السيناريو والمخرج على أسلوب السرد غير التسلسلي وتقنية الفلاشباك لإعادة بناء الأحداث وتركيبها بشكل يتضمن الكثير من المفاجآت والأحداث التي لا يمكن توقعها مما يعزز الشعور بالغموض والتشويق والتوتر حيث استطاع كاتب السيناريو أن يقدم سرداً محكماً يمزج فيه بين الحقيقة والخيال بشكل يصعب اكتشافه وعلى الرغم من كون الفيلم من فئة أفلام الجريمة والعصابات إلا أنه عمل شديد رمزية لأنه يحيل على عدة مفاهيم كمفهوم التلاعب بالواقع ومفهوم الأسطورة فشخصية كايزر سوزي يتم تقديمها كأسطورة ولكنها بالحقيقة ليست سوى وسيلة فعالة للتلاعب في الواقع ليحل الوهم والزيف بدلاً عنه سيبقى هذا الفيلم خالداً في ذاكرة السينما كأحد الأعمال التي توصل رسالة مفادها أهمية البحث عن الحقيقة كرمزية تدفع المشاهدة وتحفزه على التفكير بعمق وتوضح له أن الحقيقة ليست دائماً واضحة وقد تكون متغيرة مما يجعل البحث عنها تحدياً لا ينتهي شاركون تقييماتكم على منصات التواصل الاجتماعي لمنصة ميدار منصة أفكار